والله انت يا سرطان على غير عادتك هاي الفترة او هذا الشهر رح تكون سريع كتير 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 يعني شايفة في عم تركب عجلة وسريع جدا جدا ولكن يعني في الاعلى انا شايفيتك عم بتطير طيران عم بتحاول انك تودي الامور لمطارح افضل وعم تزبط معك على جميع الاصعدي ممكن تكون شايفيتك عم تعلى فيه علوه شأن في هذا الكرت طاقتك عم بتكون مركزة على هذا الموضوع عم بتركز على نفسك وناسي كل الدنيا عم بتطلف خلص اللي هو تعطي اهتمام زايد ولا عم بشوفك بتركز على حالك اكتر هذا الشهر من الكرت نشوف بشكل عام للسرطان من شو خايف يا سرطان؟ متخوف من موضوع معين او عم تستنى نتيجة معينة؟ علاقة ثلاثية مع انو فتحناها بشكل عام ولكن برج السرطان عم بشوف فيه علاقة ثلاثية نتيجة هاي العلاقة الثلاثية انت معلق الموضوع فيه موضوع طبعا عاطفيا انت معلقه يمكن زعلان مع الحبيب وشايفيتك هون عم تطلع لبعيد حابب تبعد حابب يمكن خلصت اخد قرار مليت فيه طاقة ملل في الموضوع صبرت كتير على علاقة ثلاثية او شاكك يمكن في علاقة ثلاثية ومجمد الموضوع على بين ما تتأكد او على بين ما تاخد قرار من الطرف الاخر ولكن هذا كله في النصف الاول من الشهر هاي تخوفات كلياتها ولكن في النصف الثاني من الشهر كل الاوراق طلعت ايجابية بطريقة فظيعة اولا خليني احكي الطاقات قبل ما احكي عن النصف الثاني الطاقات عم بتكون برج الاسد كمان بشوفه القوس برج طاقات نارية عم بتكون هوائية نائية النصف الثاني رح يكون افضل بكتير كتير من النصف الاول بحب بس تشوفوا الوراق هون عم بشوفك قربت كتير كتير من تحقيق امنية معينة عم بشوفها بالعمل اكتر يمكن فرصة العمل يمكن شايف في عندك طموحات كتير عم بتكملها شوي شوي انجزت منها ولكن في عندك يعني زي نهاية موضوع على خير زي قربت كتير من النهاية السعيد اللي انت مستنيها في النصف الثاني من الشهر عم بتكون في فرحة عم بسبب لك اياها شخص يمكن من برج ناري يمكن يكون قوس او اسد عم بتكون سعيد كتير في تغيير كبير رح يصير هذا الشهر او تغيير يمكن بخص العمل او العاطفة شايفتك عم تاخد قرار شايفيتك عم تتكرم عم تاخد تحصد يمكن اليك اكم من شهر عم تشتغل على شغلة او موضوع معين عم بشوفك بتاخد النتيجة هذا الشهر في النصف الثاني وعم بتكون هاي النتيجة سعيدة البعض منكم عم بشوفه عم بسافر فعليا يعني عنده سفر فعلي لانه بيّنت بالطاقة قبل شوي انه في عنا شوفتك عم بتطير هيك لفوق فا احتمال يكون عندك سفر على عمل او على هجرة اللي هو سفر مش سياحة او روحة وجاية لا يعني روحة لمكان بعيد عم بشوف بترجع فيك من بعد ما كنت كتير متخوف من موضوع معين عم بشوفك خلاص اطمنت وصلتك النتيجة نتيجة هذا الموضوع ممكن السيناريو هذا يزوط كمان على اللي عم يدرسوا عم بتكون نتيجة ايجابية بتسعد قلبهم والله يسعد قلبهم السرطان في الشحلة منهم حبايبي وكمان راح تكون جدا جزا به هاي الفترة عم بتهتم كتير بالهندام بالشكل يمكن الخارجي عم تعمل كتير امور بنفس الوقت شايفيتك عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل عم بتحقق فيهم يعني هون شايفيتك ربحان على كل الاحوال الساحر عم تسحر اللي حواليك يعني حتى لو كنت مرتبط فانت عم تسحر كل اللي حواليك في مظهرك عم بيكون كتير مظهرك هاي الفترة يعني كتير بشد خلينا نقول فشايف العين عليك معجبين حواليك عم بيكونوا شايفي في ناس ممكن يكون في عندهم اوجع او يعني متعلقة ممكن تكون بسيطة طبعا مش مش شغلات كبيرة انا عم بقول ولكن ممكن هاي الشغلة تكون لها علاقة في المفاصل في التعب يمكن نفسي عم بيأثر شوي عليك جسديا ولكن يعني ما في شي بخوف ما في شي بخوف بهذا الموضوع شايفيتك عم تنجز انجاز عم تتكرم على موضوع كنت تعبان اليك فترة عليه نشوف بشكل سريع عن العاطفة هاد الكرت انا بشوفه ايجابي مع انه في ناس كتير بتشوفه سلبي بس انا بشوفه ايجابي تغيير كان لابد منه على الصعيد العاطفي شوف هون كنت كتير محتار ما بين انك يمكن ترجع مع الحبيب او تبقى مع الحبيب او خلص تنساه وتروح شايفة عم تاخد القرار فعلا في هذا الموضوع ولكن القرار رح يكون بي انك ترجع او تبقى مع الحبيب مش انك تروح انا ما شايفيتك رايح بالعكس شايفيتكم مقبلين على بعض ولكن هادول الكرتين تغيير كبير على الصعيد العاطفي لبرج السرطان في نهاية عندهم نهاية لموضوع مشرط نهاية لشخص نهاية لموضوع لمشاكل معينة لشخص لعلاقة ثالثة كانت مبينعنا قبل شوي نهاية فعلا لعلاقة ثالثة هون في علاقة ثالثية انتهت عم تتفرج عليكم من بعيد خلاص بععدات صارت من الماضي عم تجتمعوا على خير شايفيتكم اتنين مبسوطين كينغ وكوين يعني زي ازواجي او مشروع زواج او اذا كنتم متزوجين في الامور عم بتكون شوي تصفل او المياه ترجع لما جريها في مشكلة او علاقة ثالثة يمكن كانت شكوك حواليها ولكن شايفيتها انا وهم اكتر ما هي او خيال اكتر في مقهك اكتر ما هو واقع هذا الموضوع فشايفيتك عم تاخد قرار جذري اما انت او الطرف الاخر طبعا القراءات العاطفية بتكون احيانا عكسية فممكن انت او الطرف الاخر شايفيتكم راجعين عم تعيشوا يمكن مشاعر عم بتكون مراهقة شايفة هون كمان خاصة العزاب او الارامل او المطلقين اللي لهم فترة طويلة يعني هما بيعتبروا حالهم متأخرين عن الزواج شايفة فرصة كبيرة جدا هاي الفترة للارتباط لهدول الاشخاص اللي معتبرين حالهم انه تأخروا في الزواج او تأخروا وخاصة اذا كانوا على علاقة مع شخص فهذا الشخص رح يكون من نصيبكم والله اعلم لانه شايفة في بناتكم استمرارية في حياة جدية مش اللي هي علاقة عابرة او مؤقتة نشوف من المسج من الحبيب اذا كان قريب او بعيد مش قادر يقولها من عقل الباطن ممكن تكون او هون عم بشوف عتاب اكتر ما هو مسج يعني عتاب على موضوع معين عتاب مع انه بورت السلطان ما بخلط بحدا يعني ما بتهيئ لانه هو الغلطان لكن عم بكون الشريك عم يلعب يمكن دور ضحية او فعلا هو ضحية ما بعرف بس عم بيعاتب يعني انه هو انظلم في موضوع معين او انت ظلمته في موضوع معين او انت انخدعت حدا خدعك وصل لك امور غلط ولكن بيقولك انه بيحبك في النهاية نشوف اوراكلز لبرج السلطان النصيحة لك يا برج السلطان انه بيكفي شغل بيكفي تكر كتير 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 اطلع الطبيعة اطلع من المدينة اطلع الطبيعة هيك شي مشوار شي شي سيران شي رحلة مو بعرف بس بيقولك قرب شوي من الطبيعة يمكن يكون هذا الكرت عم بيقولك يعني مجازيا هذا الموضوع ممكن يكون معناه انه ارجع لطبيعتك ما تحاول انك تتغير كرمال حدا طبيعتك حلوة وانت شخصيتك حلوة فما تحاول لانه لا تتنازل ولا انك تغير شخصيتك انت زي ما انت حلو طبيعتك حلوة خلينا نقول حباي ببرج السلطان بشوفكم بالفيديو شكرا شكرا